خابرنا التحكيم المتميز دائماً كابتن ناصر عباس ونوارناها كابتن بالتحكيم نهاردة طاكم تحكيم حكم أول مورايدير لبنادي الأهلي صفحة وثمان وقبل ما نكلم على الحكام كابتن قايملوا التحكيم وقبل ما تطلع شاشة صور الحكام بنكلم الفترة اللي جاء فترة مهمة جداً جداً خاصة في تعينات الحكام الفترة اللي جاية محتاجة الحكام يكونوا عندهم خبرات عندهم أحساس في المسؤولية في النتائج مش محتاجة أي رزق على علاجة الحكام وأنا بقول لكلام دم للاجة الحكام المورات اللي جاية مورات صعبة جداً فيش مباراة سهلة كابتن أيمان انتحدك قلت اسماتك فيش مباراة صعبة لإنناد الأهلي في فترة اللي جاية اللي أهلي مطالب من كل مورات فيها يكسب وإحنا بقول الحكام إحنا بقول العدلة التحكمية اللي لا يطلبش أكتر من حقه ولكن النقطة هنا هتغير حاجات كتيرة كابتن أيمان يعني أي خطأ هيؤثر في نتيجة المباراة أعتقد سيبقى فيه مشكلة خلص بالزبط كده مش عاوزين نرجع لي الموسم اللي قبل اللي فات وإحنا شفنا إن في نهاية الموسم أو أربو نهاية الموسم كان لديك أخطاء تحكمية أضعت البطولة من النادي الأهلي أتمنى التوفيق طبعا للتحكم كله وبقول المحمد فاروق نابريس للجنة النهاردة هو موجود الخبير البرتغالي مش موجود هو أخذ أجازة مسافر محمد أنت مسؤول الفترة اللي جاية عن تعانات الحكام من فضلك راعي أن المباراة اللي جاية مفيش فيها أي ريسك إن كانت تدي حد أو كده الفترة اللي جاية محتاجين حكام على مستوى عالي يحقق العدالة للجميع طيب هنروح للنهاردة ونشوف النهاردة عندنا طاكم التحكيم وهروح لي مصطفى عصمان الحكم اللي هو أول مباراة هيدرها النهاردة كابتن أيمن مصطفى عصمان أول مباراة لي يدرها النهاردة لي النادي الأهلي محمد عزازي أيضا هي أول مباراة بيدرها محمد عزازي لي النادي الأهلي كحكم مساعد طبعا حكم من الحكام اللي هم ذات الخبرات الكبيرة طبعا لي التوفيق عندنا المساعد الثاني محمد مجد سليمان وهذا من الحكام السعادين الوعدين اللي إحنا لجل حكام وإحنا بنأمل أنه هو إن شاء الله يكون لي مستقبل في القائمة الدولية في الفترة اللي جاية عندنا كمان الحكم الرابع محمد العتباني محمد ماشي بشكل خواس المسلم دوت عمل مباراة كبيرة حكم مرضك مش كبير في السن حكم واعد وصاعد ونجي الوقت الفرحان حكم الفار وعندنا محمودة بالرجال حكم ايفار طيب لو رحنا لي مصطفى عثمان كده وحنتكلم على مصطفى عثمان كده من أيمن اللي هو حكم مباراة اليوم مصطفى عثمان أول مباراة يدرها اللي ناتي الأهلي خلي بالك الله كنفعونه مباراة صعبة مصطفى حكم قديم وحكم كويس وحكم جيد التوفيق هو لا ينقصه غير التوفيق نهارده إن شاء الله مع توفيق ربنا النهارده مصطفى عثمان يعدي لأنه هنا هو قديل صورة مصطفى عثمان وده حكم مش كديد ولا حاجة مش صاعد ولكن هو حكم قديم أدار بلد كبير ولكن هي دي أول مباراة لي أتمنى له طبعا نهارده التوفيق لأنه هو ماشي بشكل كويس لعب 23 مباراة في الدوري نتعرف الإحصائيات دي موجودة معنا من خمس ست سنين هو لعب 23 مباراة في الدوري هذا الموصل متأسمين إزاي كده من أيمن لعب 8 مباراة كحكم ساحة أو كحكم ميدان 8 في الملعب ولعب 11 مبارا فار ولعب 4 حكم رابعين 23 مباراة أول مباراة يديرها لإناد الأهل النهاردة ربنا يوفق نروح لي محمد عزازي وهو الحكم مساعد الأول لم يدير أي مباراة للأهل أيضا حكم مساعد ثاني هنا محمد عزاز طبعا من المساعدين الكويسين الأول أول أخطائهم قليل أول النهاردة هو مساعد الأول ماشي كويس وماشي في الدور كويس والحمد لله يا رب كمان النهاردة يكون فيه أداء جيد ونقول له مبروك على الأداء إن شاء الله محمد عزازي بالتوفيق أم متجد الكاهرة حكم الحكام الممتازين هروح للولد الصغير الصاعد الوعد محمد مجلس الإيمان وده دايما نجد الحكام بتحط حكام صاعدين الحكم من صاعدتين محمد مجلس الإيمان من الشباب اللي طالع حكم كويس مركز مهتمام ستايل حاجة جميلة كده وده أول مرة برضو أول مرة النادي الأهلي كنا تكلمنا على أحمل على فتاح الماشي اللي فات وقلنا أن أحمل على فتاح برضك حكم صعب سأحمل على فتاح عمل ماشي جميل قوي وشفنا الجن بتاع وصام وعلي وعمل استمرار للعب وكان الجن الرابع وقلنا أنه كان تمركزه وكان جيد وكان قرأته كان جيدة وكان لحظت رابط ما بين الموقف والتسلل كان حكم كويس الرابع محمد العتباني وعندنا بقى وقل فرحان اللي هو على الفار وأنا هنا بسأل سؤال للاجئة الحكام من الحكام اللي بيلعبوا بقالهم 3-4-5 سنين حكم صفارة على الفكرة هو حكم فار أنت تتخيل كتنعيما أن اللي وقل فرحان من الجولة 20 نحن نهاردة في 29 من الجولة 20 آخر مباراة لعبها كانت المقولين سموح تاني تاني لعب آخر مباراة لي كحكم كحكم صفارة في الجولة 20 بتاريخ 28-4 حتى هذه اللحظة وهذه المباراة طبعا النهاردة هو فار لم يدير أي مباراة كحكم صح وده السؤال بقوله للاجئة الحكام الراجل ده بقاله 9 أسابيع 9 أسابيع من 20 29 حدقنا على 37 هو فين من المتشاط ده السؤال مهم جدا لأن أنا مش هينفع على فار بس تاني تاني كابتن الحكم لابد أنه يلعب في الميدان وفي الفار ليه ده الفار بيصحح التحكيم ده الحكم الفار بيصحح للحكم جوه فالنهاردة يعني تمنا النهاردة واقل النهاردة حتى في ازدعاء والحكام لو في حالة يبقى تبقى الحالة واضحة تبقى الحالة تبقى البروتوكول ما نعملش أي حاجة تؤثر على نتيجة المبراكة الأيمن بنقول دايما وإحنا من هنا خلال قرارة نهارة الأهلي دايما وقفين مع الحكام دايما يعني مساعدين للحكام دايما دعمين ليهم أتمنى أيضا كمان لاجم حكام توقف مع حكام الفترة اللي جاء ديت وتهتم فترة اللي جاء كابتن مش محتاجة ودينا شايفين المشاكل والكلام الكتير اللي فات النهاردة ونتمنى له من توفيق النهاردة مفيش كلام سؤال بس على السريع فضل حضر قلت على السلاسة هايلي وربنا يوفقهم نهاردة إن شاء الله تمام ولكن مش حضرك شايف إن كان من الأدعة لما هم كويسين يغدوا مباراة من ضمن وراءة النادي الأهلي وسط الموسم في بداية الموسم مش في المرحلة الصعبة دي تمام احنا بنكلم على أهمية المباراة وطبعا مفيش شكل نهاردة للأهلي والداخلية مباراة مهمة جدا جدا كابتن أيمان هقولك على حاجة وإحنا دايما يعني مش عايز وده كلام وإحنا تعلمنا كتير من خبرائنا وزعمائنا في التحكيم ليس الحكم نهو النهاردة هو تحت ضغط ليه النهاردة يعني الأهلي لا سبيل إنه هو يفوز والداخلية النهاردة بتلعب عشان خطر تبقى موجودة زي ما قلت يتحمل حكم الضغوط النهاردة يتحمل المباراة نتمنى طبعا نتمنى نتمنى من هنا من خلال القناة للأهلي إن احنا التحكيم النهاردة يعدي بشكل كويس ونطلع نشيد ونجيب الأجيبات ونجيب ما يجب تطويره ما بنكلمش على سلبات أفضل كابتن أيمن وإحنا داعمين لحكمنا سيلابد إن نلجل حكم تشتغل وتحط الحكم مناسب في المبراء المبراء وإذن الله شكرا جزيلا كابتن أصر